اشتركوا في القناة انا منكنعان ونادي قراء أدات المبادرة التي تهدف بمختلف حساباتها وعلى جميع المنصات لنشر الثقافة والقراءة والفن والأدب والوعي برنامج درب رحلة وعي من تجارب الحياة ضيفتنا اليوم صديقة كل سؤال تائه يبحث عن إجابة شافية بهدوئها ووعيها تعيد الأمور دائما إلى صوابها سيدة البساطة والواقعية والعمق المرشدة لأسرار التشاف الذاتي وأساسيات الوعي الجسدي عن وعي وبحث وتجربة وعلم راحبوا معي بعد قليل بمؤلفة كتاب رحلة تسامح ومؤسسة الأكاديمية الدولية للتدريب والكوتشنج في لندن المستشارة الأستاذة الراقية جدا جدا آية خانجي أستميحكم عذرا سأقفل التعليقات ملح ويشعد من استقبال الأسئلة والاستفسارات عبر أيقونة السؤال في أسفل البث المباشر أهلا ومرحبا بكم أهلا أهلا مرحبا أهلا أستاذة آية نورتيني أهلا فيك ونورت نادي قراءة أدات شكرا 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 لك تعيدة بوجودك معي اليوم شكرا شكرا لإلك شكرا للدعوة اللطيفة وللمقدمة الرائعة شكرا كتير كتير الله يسعدك قبل البدء أستاذة آية هل تحب إضافة شيء أو تود إضافة شيء عن كتاب رحلة تسامح؟ كتاب رحلة تسامح الحقيقة يعني بالنسبة لإليه مو كتاب يعني فقط إنه هيك معلومات لا هو فعلا فعلا كأنه يعني جزء مني حطيته بهذا الكتاب وأنا بعتبره أنه مثل يعني فعلا هو رحلة لأنه أنا يعني بحس مسمى الرحلة فيه كتير شغلات يعني فيه شغلات حلوة فيه شغلات أحيانا صعوبات وتحديات فلهذا السبب رحلة تسامح بما في عمق التسامح اللي قادر إنه هو يعمل تشافي فيعني هو رفيق دل يعني أكتر من إنه قراءة لمرة واحدة أنا بعتبر إنه ممكن يكون للقراءة من فترة لفترة أو ممكن يكون مرجع في بعض الأحيان للتقييم أو لبعض المعلومات صديق لأي مكتبة وأنصح اليوم المتابعين بقراءته واقتنائه نبدأ بالأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ آية كيف يجد الإنسان هدفه ورسالته في الحياة؟ بمعنى هناك شخص غير قادر على تحديد هدفه أو حتى معرفة ما هو الهدف؟ جميل كتير هذا السؤال أنه هلأ بالذات يعني وتحديدا اليوم واحدة من الاستشارات كانت فيه تخبط بهذا الموضوع تماما خليني أقولك شغلي هلأ فيه اختلاف بين أنه الواحد بده يحقق هدف معين وكيف بده أنه هو يخطط لهذا الهدف وكيف بده أنه هو يوصل لهذا الهدف هاي جانب الجانب الآخر اللي هو هدفك الأساسي بالحياة واللي ممكن يجي تحت مسمى لسالتي بالحياة أو هدفي الأسمى أو مسميات يعني مختلفة بهذا المجال هاي تختلف عن هاي مهارة وضع الهدف لتحقيق هدفين معين هاي ممكن الشخص يستعين فيه بأشخاص مثلا خبراء أكتر ممكن أحيانا ممكن أنه يجرب ويفشل ويرجع يزبط أموره أحيانا ممكن من قراءة كتب إلى آخرين من هاي الأمور لكن اللي هو أساسي بحياتنا أنا بعتبر واللي هو هدفنا الأساسي في الحياة أو رسالتنا في الحياة بهاي الحالة أنا مع فكرة التجربة وليس شامدي قللك اقتباس أو تبني فكرة معينة ليش؟ لأنه اللي عم يصير هلا حاليا وكون وسائل التواصل الاجتماعي صارت مفتحة بشكل كتير كبير وصارت يعني بتعرض لطبع الإيجابي والسلبي وأفكار كتير وأراء كتير كتير في ناس في حالة التخبط بالذات بتتبنى فكرة معينة وخاصة الأفكار اللي بتكون هلا يعني تم الترويج لقلة بشكل كتير كبير تمام؟ فبتضيع بتطوح عن نفسها والحقيقة هي تماما إنه إذا أنت كنت مستمتع أو أنت كنت مستمتع بالشي اللي أنتوا عم تعاملوه من خلال التجارب المتعددة هذا الشي رح يخلينا نجد رسالتنا في الحياة أو إذا جينا لهكي تبسيط أكثر رح تلاقي رسالتك هي عم تناديكي أهام يعني مع التجارب تتضح الرسالة أكثر أستاذ آية؟ ممكن كتير الشخص مثلا يحاول يدخل دورات متعددة يجرب إنه هو مثلا يمتهن مهن متعددة يقرأ يعني يكون عنده مثلا كتير مجالات يحاول إنه هو يبطلع عليها لكن الحقيقة هي إنه أنا لما بجرب بحس وبشعور بشي اللي بلامسني لما منحس حالنا إنه نحنا مستمتعين لما منحس حالنا إنه نحنا هيكي بتعرفي هذا الشعور تبعا لما بيمضى الوقت ما بتحسي على الوقت لكن أنت كاتبة وتعرفي لما بتكوني قادة عم تكتب يمكن أحيانا تنسي الوقت وتنسي كتير تفاصيل لأنك أنت مدموجة بهذا الموضوع فلما أنت بتعملي شي أو أي حدا فينا بيعمل شي بيحس حاله إنه هو مسيان الدنيا حاس حاله إنه مشاعره منغمسة تماما وفيه استمتاع حقيقي في الحياة هون بيكون هاي مثل هيكي يعني إشارات إنه هذا هو الطريق وصلت لرسالتك تماما على الرغم حتى لو الناس قالت إنه هذا الشي ما بينجح أو هذا الشي مثلا بسيط كم شفنا مثلا من الناس اللي انشهرت بموضوع الطبخ على الرغم من أنه طبخ يعني ممكن يكون كتير شغلة بسيطة ممكن يكون أي شي حتى مثلا مؤخرا ترتيب البيت ترتيب المنزل صار تأريف كتابه عليه صار فيديوهات صار في مشاهدة بهذا المجال فهي لما نحنا منجرب نستمتع نلاقي شغفنا وبالتالي حتلاقي رسالتك واضحة 100% إن شاء الله شكرا أستاذة آية كيف نتصالح مشاعريا مع فقد الأعزاء والمقربين بالموت سؤال مختلف لكن حساس ومطلوب صحيح 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 شوفي أنا عندي رأي خاص بهاي لصة هلأ ممكن طبعا أول أول شغلة لما بيصير في فقد أو بيصير في فقد عن شخص عزيز ممكن يكون بالموت بالمرض إلى آخرين هون أول شغلة كتير فيه ناس بتواسي من منطلق إنه خلينا خلص نلملم الجرح وننهي هذا الموضوع أنا مع فكرة إنه لأ خلي الموضوع ياخد حقه لفترة معينة كمان ما ننجري فيه كتير بس خلي المشاعر تاخد حقه هاي أول شغلة يعني الشخص اللي مثلا فقد عزيز أكيد هو بالنسبة لإله صار فيه فجوة فيه فراغ بالحياة بالنسبة لإله مشاعريا روحيا طاقيا في كل النواحي فلهذا السبب ياخد وقته شوي بمرحلة الحزن يعبر عن حزنه ما يكبته الشغلة الثانية اللي هي ممكن تكون هيك شوي غريبة عند البعض واللي هي بالنسبة لهذا موضوع بالذات الموت اللي هو إعادة تعريف الموت فكرة الموت لأنه فكرة الموت هي أصلا إلى رهبة كتير كبيرة ولما نحن نفقد ناس قريبة علينا فهي بتحطنا قدام مواجهة لفكرة الموت وطبعا كلاتنا منعرف أنه بيموت وبيرجع فخلص يعني هاي الشغلة هاي الحقيقة المطلقة يمكن بالحياة اللي هي الموت فنحن لما بنجي إنه وصلا خلص هذا الشخص ما عاد موجود فهو ما عاد موجود تمام ففكرة الموت بحد ذاته إني أنا مثلا أعمل لها إعادة تعريف ممكن كتير ناس مثلا تعمل لها إعادة تعريف إنه هي مثلا خلص انتقل لعالم آخر ممكن إنه يكون فيه مثلا أي تعريف حسب طبعا كل واحد وبعتقداته كل واحد والطبعا المعتقدات الدينية بتلعب دور بهذا الموضوع لكن فعليا عادة تعريف الموت كتير بتساعد بهذا السياق كيف نعيد تعريف الموت يعني كل شخص كيف ممكن استفادة من هذه المعلومة كيف نعيد تعريف الموت يعني نفكر فيه عدة نواحي يعني مثلا ممكن نفكر فيه إنه خلص حدا مات ما بقى يرجع طب أوكي كيف أنا مثلا وين راح وين راحت هاي روح ممكن استعين كتير بآيات قرآنية عرفت هي بالأخير بتصير معتقد عند الشخص يعني مثلا كيف ممكن نقول مثلا إنه الموت صعب الموت انفرق الموت عذاب الموت مثلا عارتي فيه ناس كتير مثلا بتكون مثلا بتعرفوا بجزئية مثلا عذاب القبر أو مثلا مجرد إنه هو فراق طب أوكي فراق ولكن ممكن إنه يكون مثلا إذا واحد قرأ أكتار أو تعمق أكتر بالموضوع هو رح يرتاح يعني هي الواقع مواقع خلص الموت موت لكن نحن لما نعرفه بطريقة مختلفة طريقة نظرتنا وطريقة تعاملنا معه رح تكون مختلفة وبالتالي تأثيره علينا رح يكون مختلفة فممكن كتير يسهل يعني أنا ما عم أبدا يعني مقول إنه هذا الموضوع رح يصير هلا يعني وقت الشخص بيمطل حدا عزيز فورا يقعد يفكر ويعمل لا 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 ياخد وقته يخلي هاي المشاعر تطلع منه بعدين يقعد بينه وبين حاله ولفترة معينة ياخد وقته كمان بي تقعاد التعريف الموت بس صدقا هاي الجزئية ممكن كمان يستفيد منه بأمور تاني ممكن نحكي فيه ضمن الحلقة إن شاء الله ما السبب الذي يجعل الشخص يعطي أكثر مما ياخد تجده بجانب الجميع وعنده حاجته قد لا يجد أحدا أو يجد قلة قليلة ما الخطأ في هذه الحالة هنا حالو هلأ في عندنا ناس اللي بتكون بمستوى عالي من الوعي وبتكون هيك نورانية بتحسي إنه هي صارت يعني بلافل آخر بتحسي عليها يعني بتحسي حتى عطاء بيكون عطاء غير مشروط بتلعم تنتظر مقابل حتى لو هي مثلا كانت بموقف معين يعني خلينا نصنفهم يعني ففي أشخاص بتكونوا مستثلة هذه المرحلة فهذا الموضوع حتى لما هن بيكونوا بيحاجة أو حتى لما بيقعوا بموقع معين أو موقف صعب ما رح ينتظروا اتصالهم بربنا واتصالاتهم الروحية أعلى بكتير فقط من موضوع إنه أن أنتظر من شخص معين لكن قليلا نحكي على الأغلبية الأغلبية وهذا المطروح دائما أنه أنا شخص بعطي 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 كتير كل حدا بيحكي معي بعطي من وقتي كل حدا إلى آخر من هذه الأمور الخطأ هون اللي بيصير إنه الشخص اللي بيعطي بدون ما يكون عم يوازن الموضوع فلما رح يصير بحالة أخذ فهو ما رح يقدر يأخذ ليش؟ لأنه أصلا ما تعود على الأخذ وإذا من نجي نحفور أكتر وندور على الموضوع بعمق يعني جزر الفكرة أكتر غالبا ممكن تكون بأنه الشخص جواته جواته عم يعتقد بأنه لا يصبح حق الأخذ للأسف للأسف وقال لك شغلة هيكة يعني ممكن تكون تفيد الإناص اللي عم يتابعونا أنه نحن للأسف المرأة تحت مسمى أنه أنت لازم تعطي وتحت مسمى أنه أنت مثلا مسميات كتير وخاصة إذا جينا كمان نخصص أكتر للأم لأنه أنت أم ولأنه أنت لازم مثلا تكوني بكذا وكذا وكذا من هاي الصفات فحطينا المرأة بالذات بخانة أنه هي عطاء 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 فصار الأخذ بالنسبة لأله فيه شعور بالذن صارت إذا حسنت حالة أنه أنا يوم من الأيام ما بدي أطبخ مثلا أو أنا يوم من الأيام ما بدي مثلا أشتغل للبيت أو ما بدي مثلا أنه أطلع مثلا مشوار طلع لأولاد مشوار فرح تحس بالذنب هون في هاي الحالة وبالتالي رح ترجع هي تشيل حالة من هاد الموضوع لأ وتروح على أنه أنا لازم أعطي ولازم أعمل ولازم تساوي عرفت كيف فحتى الأخذ مهارب يعني لازم يعني أنا دائما يعني بقول لهذه المقولة اسمح لنفسك أن تأخذ يعني اسمحي لحالك أنت كأنثة أو أنت كرجل بس ليش أنا خصصت أكتر لأنه الأنثة أكتر بهذه الجزية بزدات يعني فاسمحي لحالك أنك أنت تأخذي لأنه أنت فعلا تستحقي لأنه دائما أنا بحب شبها أنه هي مثل سهم كيف السهم له اتجاهين سهم أخذ وسهم أعطاء يعني سهم راجعة لما بيشتغل السهم فقط باتجاه واحد فأنت هون عم أنت خلل بالتوازن فلا حتى يكون في توازن لازم يكون في أخذ وفي أعطاء في أخذ وفي أعطاء تمام فبعتقد أنه الجزئية هون بتكون قلة مهارة أو عدم استحقاق الشخص ما حاسس حاله أنه هو بيستحق أو أحيانا الاعتياب على هذا الموضوع فبصير الشخص حتى لو حاول يطلع براتة لهذه النقطة بيسكون فيه عنده بيعلق بها بدائرة الشعور بزيء ممكن فعلا أستاذ آية ذكرت في أحد المقاطع دور اللمس في تشتيت الأفكار السلبية دعينا من فضلك نوضح الطريقة للمتابعين اليوم صحيح هلأ نحن لحتى نقدر يعني تماما الفكرة هي عيش اللحظة الحالية وإذا جينا نحن نقول شو هي الحياة أو كيف أنا بقدر عيش الحياة إذا أنا ما كتعايش الحياة باللحظة الحالية فأنا يعيش بالماضي لأنا عايش بالمستقبل وأي شيء له علاقة بالماضي دائماً بيكون مرتبط بالألم بالحزن بالأسى يعني بآلام غير أو بالتأنيب أحياناً كل شيء متعلق بالمستقبل دائماً فيه خلق وخوف فللأسف نحن بحياتنا العامة لأنه نحن أو بحياتنا العادية حتى نحن وعم نشتغل حتى نحن وعم نعمل أي شيء فنحن غالباً شو عم نساوي دائماً بيكون فيه عندنا عم نشتغل بيشتغل 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 كل الوقت فمعناته هو نحن عم نبتعد عن عيش الحياة يعني فعلياً نحن عايشين ومعايشين فأنا لحتى عيش الحياة صح أو لحتى عيش الحياة لازم كون متواجد أكبر قدر ممكن باللحظة الحالية هل بقدر أنا ساوي هذا الكلام ببساطة؟ ما بقدر ساويه ببساطة نكون واقعين لأنه عم نعائد دائماً شغال لكن حليني يقول أكبر قدر ممكن أني أنا أكون عايش باللحظة الحالية وحاول جيب تفكيري لللحظة الحالية ففكرة اللمس من وين إجيت هلأ كتير في ناس بتقول أنه نركز على التنفس ويجيز قد يعني صح مزبوط أنه نحن لازم نركز على التنفس التنفس الشيء موجود باللحظة لكن أنا مع تجربتي ومع شغلي وكتير تفاصيل مع الجلسات أو بالدورات إلى آخرين لاحظت شغلي حتى مع نفسي طبقتها بعدين عممتها وصبحتي فيها أنه حاسة اللمس هي الشيء موجود هلأ بالوقت الحالي تمام؟ يعني أنا هلأ موجودة هلأ بالوقت الحالي الكرسي القاعدة عليه هو موجود بالوقت الحالي تيابي مثلاً لأنه لابستها هي موجودة بالوقت الحالي أي شيء أنا بنهمسه بالوقت الحالي قادر أنه هو يجيبني للحظة الحالية إذا عطيته تركيز يعني إذا أنا مثلاً معي موبايل مسكته ومسكت هذا الموبايل معي ألم مسكته وركزت بهذا الألم فأنا رح تنقطع سلسلة الأفكار اللي هي ماضي أو مستقبل بإني أنا أرجع للحظة الحالية أنا كتير بستعمل هذا التكنيك في الجلسات أو بستعمله مثلاً حتى بالدورات بدربان عليه للمتدربين أنه نحن أحياناً كمشار ممكن واحد يشتي ممكن يفكر ممكن يسرح أي شيء اللحظة الحالية يعني العودة للحظة الحالية حاسة اللمس من أسرع الطرق من أسرع الطرق فوراً أنت ممكن تعدي جلستك تعدي مثلاً تلمسي المكان اللي أنت قاعدة عليه الطاولة اللي أنت مسنودة عليها ففوراً بتجيبك للحظة الحالية فهي أدارت لمساعدتنا لعيش الحياة يعني نعيش الحياة عيش اللحظة أجزاكي تمام أيوة أستاذ آية كثرت المخاوف بعد جائحة كورونا سواء من المرض فقدان العمل أو الأشخاص أو حتى الشغف وأيضاً كثرت نوبات الهلع ما النصيحة التي يمكنها التهدئة والمساعدة اليوم؟ تمام هلأ بالنسبة لهذا الوقت طبعاً الوقت يعني اللي بنقدر نقول عليه أنه يعني ما نهو وقت خاص بيحدة فينا يعني مثلاً حالة الخوف ما صارت حالة خوف لشخص لأ هلأ تعممت الفكرة على الكرة الأرضية كلنا فكل ياتنا كبشر يعني خلينا نقول التعب على جانب المخاوف طبعاً تمام؟ فلهذا السبب نحنا أكتر ناس بتخاف من هذا الموضوع هي اللي عندها خوف وقلق وإذا أنا مباطل هلا بنرجع للسؤال اللي سألتينيها بالبداية والي هو موضوع الموت فالخوف من الموت وحدة من الشغلات اللي كتير ممكن أنه هي لما نحنا ما يكون عندنا يعني هلنرجع كمان لوحدة من الحلول إحدى الحلول هي إعادة تعريف الموت لما أنا بعمل إعادة لتعريف الموت فأنا فعلياً قادر أني أنا أو قادر أني أنا اتعامل مع الحدث بخوف أقل بخوف أقل فهون نحنا شو ما يصير عندنا؟ لأنه الموضوع صار عام ولأنه صار مثلاً ما بقى على فكرة فقط الصحة صار على فكرة فقد الوظيفة فقد مثلاً الاستقرار فصارت اللعب على المخاف بشكل كتير كبير فهون نحنا نحتاج إنه ممكن نعيد إعادة يعني نستفاد من فكرة إعادة تعريف الموت نحاول نحنا شو كي التعامل مع الخوف كمان أنا بعتقد إنه في هيك يعني تكنيك حلو ممكن نستعمل طريقتين الطريقة الأولى هي إنه نحنا نواجه الخوف يعني نقعد مع حالة أنا من شو خايف خايف مثلاً من الإصابة بالمرض طيب صارت الإصابة شو رح يصير طيب باخد دواء برتاح باخد إجازة إلى آخر يعني تكي فأنا بواجه الفكرة أصلاً لأنه هي الفكرة لحالة إذا أنا ما واجهتها هي لحالة عم ترعبين هي لحالة عم تعمل تأثير داخلي وبالتالي قاعدة عم تعمل يعني مثل محرك داخلي نحنا بدون ما ننتبه كل تصرفاتنا وردود أفعالاً بتكون بناء عليها تمام؟ تمام؟ فباللحظة اللي الشخص بيواجه الفكرة إنه أوكي صار شو رح يصير؟ بعمل كذا وكذا وكذا مثلاً تركت الشغل طيب شو رح يصير؟ بعمل كذا وكذا وكذا عرفتكي؟ فمواجهة الفكرة رح تساعد على تقليل يعني التقليل من تأثير هاي الفكرة وبالتالي بتساعد على إنه هي ما بقى تبكرة المرض بحيث إنه الناس ممكن ما تقدر تقول اسمه أو ممكن إنه مجرد ما يطلع عدد موتة عدد إصابات اللقاح إلى آخرين هاي الأمور يصير فيه رعب داخل عند الشخص لا بيصير الموضوع يعني أوكي بالحد المقبول لأنه كلا عنا عنا مخاوف ما فينا ننكر هذا الكلام ببشر ما عنا خارقين لكن ممكن إنه نحنا نستعمل هذا التكنيك بإنه نحنا خلاص نواجه الفكرة ونقعد نكتب نحط وراء وقلم ونكتب كل التسلسل الأفكار اللي ممكن يصير عنا. في فكرة تانية أنا كتير بحبة بموضوع الخوف بالذات لكن هاي يعني ما بتناسب كل الأشخاص واللي هي المبالغة بالحدث إلى حد التسخيف كيف يعني؟ يعني أحيانا ممكن إنه نقول أوكي خلينا ناخد مثال نفس اللي طرحتي اللي هو كورونا نصبت مثلا نصبت أنا نصبت العيلة كلها بعدين البلد كلها والعالم كلها ماتت وما بعرفتي كيف يعني واحد يقوله بطريقة يعني عرفتي أقرب يعني يساوية مثل صخرية ويسخة في الموضوع فهون مثل بس برجع بقول إنه ممكن يعني ممكن الأشخاص قادرة تعمل هذا الكلام لأممكن فورا ينزيد خوفها أكتر إنه لما تقول هذا الحكي أو ممكن أنه تعتبر الموضوع لأنهم ما بقدر أنا أكمل يعني بهذه القصة لكن هي بالحقيقة كتير مساعدة لأنه حتى بالأخير ممكن توصل إلى مرحلة أنا أحيانا بتتبعها مع المستفيدين بالجلسات نصل إلى مرحلة المضحك عرفتي كيف يعني هو الشخص هو وقاعد عم يحكي المخاوف وبيسلسلة وبيكبرة بيكبرة 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 لدرجة تسخيط والسخرية فبالأخير بتحبي يعني إنه ما بدك لهالشي صح فعلا ما بدك لهالشي عرفتي كيف هلأ مع المحافظة بالحدود الدنيا مثل ما قالنا كمشان لمخاوفنا بس بعتقد يعني إنه ممكن هاي الآليات وقتل منحسب الخوف الشديد كمان هاي ملاحظة نعمل على تفريغ المشاعر نحاول انطلع قدر الإمكان بأي سلوك ممكن إنه يساعد في سؤال قادم عن تفريغ المشاعر ما حنستبق الأحداث من الذي يصنع أدوارنا في الحياة اليوم؟ هل نحن أم الظروف؟ والله الحقيقة أنا مع فكرة إنه الإنسان الواعي هو اللي بيتحمل مسؤولية حياته فأدوارنا مسؤولياتنا أولوياتنا كل لياته هي نحن مسؤوليتنا نحن هلأ ممكن نقول لا أوكي فيه أقدار في مثلا فيه ظروف معينة لا مثل هذا الظرف الحالي بالكرة الأرضية كل لياته كل هذا الموضوع أوكي لكن هو عبارة أنه نما بيكون عندي الشي واضح بالنسبة لي فهي عبارة عن مؤشرات أو ممكن تكون رسائل أو ممكن تكون مثلا اختبارات حتى أنه هي تمشيني بالطريق اللي هو يعني بالأخير أنا اللي اخترته فأنا مع أنه الإنسان يتحمل مسؤولية حياته لا يمكن أن تكون بالمشاركة يعني نص علىنا ونص على الظروف ممكن ممكن طبعا بس ما عم يقول لك هي شوفي أنا بس لحتى الواحد ما يلاقيها شماعة سهلة يعني أنت بتعملي لعليكي وطبعا منسلم لرب العالمي أنه خلص أنا ساويت لعليكي بس إذا صار شي خارج عن إرادتي هو بيكون ممكن لحتى يقول لي إش أنا قلت لك إشارات أو رسائل ممكن لحتى يقول لي إنه هذا الطريق مو مو طريق ممكن يقولك إنه أنه لا أنت هلأ معنك ما عشي بالطريق الصح عرفتي كيف أو ممكن يقولك انتبهي من بعض التحديات أو بعض المخاطر فهي يا أما لحتى إنه تكون مؤشرات أو ممكن تكون أشياء مساعدة هناك كثير من الناس أصلا استفادت من الوضع الحالي الناس ما استفادت بس هناك كثير من الوضع الحالي فالظروف هي نحنا ممكن نحنا كيف ننشوفها بس إنه نحنا نقول إنه نلاقيها سهلة بإنه خلص تيكشن معاً يعني أنا حط عليها أخطائي وهاي لأ أنا مع فكرت إنه نحنا نتحمل مسؤولية حياتنا مسؤولية أدوارنا واختياراتنا أوكي الظروف ممكن تكون عوامل أحياناً ضد أحياناً معا لكن هي اللي تكتمل الحياة لأنه يعني الحياة يعني ما في شي اسمه طلوع 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 ولا شي اسمه إيجابي إيجابي ولا شي اسمه كل الوقت أنا فرحان وسعيدة هيك بشكل عام يعني فهي اللي تكتمل الحياة يعني فعلاً في حالات الغضب والحزن والضيق وأيضاً المشاعر المزعجة كيف يمكن للإنسان أن يجد المخرج المناسب للتنفيذ عنها؟ هاي معنات سؤال المشاعر أيها المشاعر بزداد شوفي المشاعر جداً جداً مهمة وعندي قاعدة كتير كتير أساسية واللي هي إننا نحنا طالما شعرنا بهاي المشاعر إلى طريقين المشاعر يا أمة هي تطلع يا أمة هي تتخزن وتتخزن وين؟ بالجسم مع الوقت رح تتحول إلى أمراض أو أعراض معينة ممكن تأثر علينا سلبة لهذا السبب أفضل شي نحنا نحس في أو نعمله لما منحس بمشاعر معينة وخاصة المشاعر السلبية مثل ما تفضلتي اللي هي طلق خوف حزن ألام إلى آخرين من هاي المشاعر هون نحنا منحتاج لما يسمى تفريغ المشاعر السلبية هلا ممكن تبادر للزهن أنا كيف بقدر فرف هاي المشاعر السلبية هاي يوجد قاعدة واحدة فقط لتفريغ المشاعر السلبية؟ لا لا يوجد هي بتختلق من إنسان إلى آخر وبتختلق من حدة المشاعر نوع المشاعر أيضا كيف يعني؟ يعني كل إنسان ثبت نحكي بكل إنسان يعني كلا بكل إنسان إلى الآخر كل إنسان عنده طريقة بتعبير على المشاعر مثلا في ناس بتحب الكتابة 1080p تحب الحكي تحب انه هي تحبي فيه ناس تحب انه هي تنعزل شوي فكل حدا فينا عنده وسيلة تعبير عن مشاعر لهذا السبب كل انسان انا بحب سميه مثل مخارج طوارئ فكل انسان فينا لازم يعرف مخارج الطوارئ الخاصة فيه يعني لما انا كم مزعوج شو الشيء اللي بقدر انا ساوي شو التصرف اللي انا بقدر ساوي بتحس حالي اني انا ارتحت فلهذا السبب لازم جرب خارج الوقت الطبيعي لحتى يعني الوقت اللي انا بعصر فيه ما هو وقت بجرب لا بحاول اني انا جرب شو الشغلات اللي بالعادة بحس انه هي بتهديني فبحاول اني انا مثلا الوقت اللي مثلا بصير حالة غضب فبحاول اني انا استعمله حتى ادل انه هي تلاقي نتيجة فهي بالنسبة لاختيار الشي اللي بيناسبني فكل انسان يحاول يوجد المخرج الطوارئ الخاص فيه النقطة التانية اللي هي نوعية المشاعر هل يختلف تفريغ المشاعر حسب حدة المشاعر يعني اذا عندنا مثلا قلم او اذا عندنا حزن او هيك يعني شي مثلا ما فيه هيك مشاعر داخلية كتير هيك قوية فهان التفريغ ممكن يكون بسلوك او تصرف بسيط يعني ممكن يكون ممكن يكون انه واحد يشرم مي ممكن يطلع تمشى شوي ممكن انه يسمع اغنية مثلا عرفت كيف لكن لما بتكون حدة المشاعر سلبية قوية يعني حبلدة قوية مثل الغضب مثل الاستياء مثل الغير احيانا هدول بيحتاجوا سلوك قوي يعني بيحتاجوا انه مثلا مثل الشخص انه يطلع يركض مدال ما يمشي مثلا اذا عنده هاي مشاعر كتير قوية لانه اذا عمل شي بسيط رح يضل يحس في عنده فائد جواته عرفت كيف يعني ححس انه لسه في عندي مشاعر لسه بدي طلع فلهذا السبب تلاقي الشخص ممكن انه هو مثلا يعبر عن طق بطريقة استياء ممكن طريقة سباب للاخرين او شتم يعني بطريقة غير لايقة فلهذا السبب هو اذا عرف انه يفرر خيل شحنة قوية بسلوك قوي فهو قادر انه هو يسيطر على الوضع بطريقة افضل عم كبسميه ادارة المشاعر فلهذا السبب كل واحد فينا هو اللي لازم يلاقي الطريقة المسلم لحتى يحاول انه هو يعمل ادارة جيدة لمشاعره بالمواقف الصعبة يستعمل هاي الامور اللي هو خلاص يعني اعتمدها وصارت هي واضحة بالنسبة لها فعلا معاك حق لانه تختلف اطباعنا ايضا بين شخص للاخر طيب نحاط في كثير من الاحيان باشخاص كثيري تذمر والشكو من تفتح له بابا فيغلق في وجهك عشرات الابواب ما هي افضل طريقة للتعامل معهم وايضا او ايقاف تأثيرهم على راحتنا طيب هلا شوفي اللي منقدر نستغني عنهم هلا ممكن يكونوا اصدقاء بعيدين ممكن يكونوا مثلا زملاء ماء احتكاك يمعون دائم كل افضل ان الشخص يقلل احتكاك وقدر الامكان لكن السؤال الدائم والابدي واللي دائما بيجينا اللي هو انه طيب ماذا عن مثلا المقربين اللي هو زوجة او زوجة او لا مو اولاد يا اولاد واحد باقدر انه شوي يكون تأثيره على ايضا اكبر لكن ممكن نقول مثلا مثل اصدقاء مقربين او ام اخت اخ الى اخرين من هاي الامور هلا هولي بهاي الحالة اهم شغلة اذا ما كان الموضوع فعلا بيحتاج اني انا اعطي هاي الطاقة واعطي هذا الاهتمام ليش؟ لانه في ناس فعلا تشتكي للشكل يعني في ناس مثلا انت بتجي مثلا بتقلك انه انا صاير معي كذا وكذا فانتي بتنفعلي وبتدي مثلا اعملي هيك وساوي هيك وهذا بصير وهذا بصير الى اخرى من هاي الامور فبتلاحزي حالك انك انت عطيتي طاقة وعطيتي جهد وعطيتي وقت ويعني بعد ما بتتركي هاي الاشخاص تلاقي حالك منهكي احيانا فعلا تلاقي حالك متعبة فهي تماما ليش؟ لانه الناس احبوا منطقتك فانتي حاكم الموضوع اول شي كشخص مثلا هل الموضوع فعلا جدي ام هاد الشخص فقط بده يحكي هلا اذا كان الموضوع جدي والشخص مثلا هو ما فقط بس بده يطلع او يفطفض فممكن انا اسمع وما اسمع كيف يعني؟ يعني ممكن اسمع هز براسي يعني ما حاول اني انا اعطي يعني تماما هي مثل انك انت مثلا تقطي ما تفتحي هذا المسترعب بينك وبين هذا الشخص بحس انك يضل قاعد عم يسحب منطقتك فانتي كأنك هيك عملتي مثل حاجز زجاجي بينك وبينه وانتي عم تسمعي وعم تلبي له هذا الاحتياج بالسماع ولكن انتي ما عم تتأثري تمام؟ فهونا نحن ضقت الملاحظة الانتباه والوعي انه ما كل حدا او كل موضوع بيستحق اني انا ابزل كل هذا الجهد وأحيانا كتير من بعض النصيحة يعني فيه اشخاص بتنصب حالة او بتعطي حالة صلاحية بانه هي تعطي نصائح هيك فيه ناس ما بده هاي النصيحة هي فقط بده تحكي عرفت كين؟ مجرد انتفضة؟ تماما فنحن بالنسبة لانه خلينا نحتفز بهاي النصيحة اذا حسنا انه بسالا الشخص فعلا ممكن انا اسأله انه اوكي بدك نصيحتي بدك رأيه ممكن كتير الشخص يكون فقط بده يحكي فاذا كان الموضوع غير جدي ولا يحتمل كتير التفاعل فانا احاول اني انا احافظ على طابتي مع المحافظة على خلينا نقول على التعاطف فالتعاطف هيك بطريقة لبقى بحيث انه يضل هذا الاتصال بيني وبين هذا الشخص لكن اذا كان الموضوع جدي لا ممكن ساعة انا انفعل واتفاعل وهيكا حيكون بمكانه يعني فنحن نعمل توازن ما كل المواقف تحتاج اني انا اعطي واحكي وكذا ممكن يكون الموضوع عادي ويمرو عادي طبيعي انا ما فرغ طاطي بهي الصح صحيح بين نظرات التعاطف والشفقة في كثير من الاحيان المزعج في كثير من الاحيان او كلمات المواساة التصبيرية التي قد لا تجدي نفعا ما هي افضل طريقة لدعم المريض والتعامل معه جيتي على الموضوع اللي انا بحب احكي فيه لانه انا بعتبر انه فعليا يمكن التجربة اللي مريت فيها وحديثي دائما عن وعي الجسدي والتشافي الذاتي يعني عم يوصل يعني لعمق الافكار اللي بدي وصلني على الاشخاص ودائما نيتي من كل الحديث انا بحكي بهذا الموضوع توصل للشخص اللي بيحتاجه بالوقت المناسب لإله فالتعامل مع المريض انا برأيي الشخصي افضل طريقة للتعامل مع المريض هي التعاطف معه الاستماع له بالاضافة لاشعاره باهمية وجوده وخاصة وخاصة للاشخاص اللي بسا عم يعانوا من مرض صعب او مرض مزمن او مرض خطير فافضل طريقة ليش لانه المريض هون بهاي الحالة بيحس حاله انه انا اوكي خلاص هاي هي مهمتي هاي هي مساء حياتي خلصات الحياة بالنسبة لإله فطريقة تعاملنا معه لما بتكون انه خلاص بسلا انت ارتاح انت لا تعمل انت لا تساوي كذا فهاي متل كا انه نحن عم نقول له انتهت صلاحيتك خلاص عايفتكي فهاي النقطة بذلك ممكن نوصلها بطريقة كتير يعني بسيطة لكن تعطي اثر عميق للمريض واللي هي انه نحن نحسس انه هو مهم بوجوده بالحياة على الرغم من كل شي صاير معه حتى لو كان مرض حتى لو كان اعاطة احيانا لا انت مهم ممكن يكون متناسب مع الشي اللي هو عم يمر فيك يعني اذا كان مثلا اعاقة او مثلا مرض صعب او بخطير بما يتناسب مع حالته بس نحسسه انه انت وجودك مهم رأيك مهم نحن منحتاجك نحن منحتاج مثلا رأيك عرفتي كيف يعني او مثلا ممكن يكون اذا كان مثقاف او ممكن له يعني حسب بقى هو مجاله للمريض لكن اشعاره باهميته تعاطف معه والاستماع له بيكون كتير كتير طريقة بالتعامل يعني انسانية ومؤثرة يعني تعطي اثار جيد للمريض تجربتك مع المرض ملهمة للكثيرين وعظيمة ايضا احسنت نقل مرحلة التشافي من جميع جوانبها سواء العاطفية ناحية المشاعر او السلوكية ناحية التفكير والتصرفات او حتى العلاجية من ناحية الدواء وحتى الشفاء بقدرة الله حدثينا اكثر عن هذه المرحلة لنؤثر ايجابيا على كل شخص يحتاج هذه المعلومة او لكل شخص يعاني اليوم من امراض خطيرة او حتى المرض بشكل عام شوفي اول شغلة استاذي موني انا برأيي انه الشخص لما بمر بهاي التجربة على الرغم من صعوبته لازم دائما يتذكر او يعني مو بالبداية اكيد انا دائما بقدر انه الوضع بيكون جدا صعب بالبداية من بداية التشخيص لبداية المواجهة لبداية حتى معرفة انه انا شو بدي اعمل لانه كمان في خيارات كتير بالنسبة للعلاجات فدائما فكرت انه انا اي طريق بدي اسلك فهم بيكون في فوضى بيكون في تخبط بيكون في مشاعر مخربطة كتير عند الشخص لكن بعد هيك فترة معينة بتحسي خلص الموضوع استقر صار فيه مثل وضوح اكتر انه خلص انا هاي الحالة مريت فيها اوكي خليني هلأ انا امشي بهذا المسار تمام فبالنسبة لأي انا شخصيا وموضوع حتى الاصابة بالسرطان على الرغم انه مرض جدا خطير وممكن انه تكون نهايته غير بسانا انه واحد ما يفارق الحياة والى اخرى من هاي حتى يعني مراحل العلاج حتى بتكون فيها صعبة لكن بعد مرور الفترة فترة الصدمة خلينا نقول الفترة اللي بعدها اللي هي التشافي بشكل عام يعني رحلة التشافي اللي هي انا حطيتها باربع مستويات لحتى نحنا نقدر فعلا نعمل تشافي كامل اللي هي على المستوى المشاعري على المستوى الفكري التفكير وعلى مستوى السلوك اللي هو بيتضمن العلاج وطرق العلاج لانبيديان وعلى المستوى الطاقي لا الطاقي للاشخاص اللي ممكن انه هي بتآمن بالطاقة الناس اللي لا بتآمن بالطاقة ما في مشكلة بهذا الموضوع بكفي المحاور الثلاثة اللي ابل وطبعا يمكن تعرفين انت حضرتك انه انا حطى هذا الموضوع بشكل مجاني كورس كامل كامل على اليوتيوب كورسين واحد الوعي الجسدي والتاني التشافي الذاتي الفطري معلوماتهم جدا عميقة جدا مفيدة للاشخاص اللي عم تمر أو اللي حواليها ناس عم تمر بهاي المرحلة ففيهم هن يستمعوا لهذا الكورس بيقدروا ياخدوا تفاصيل اكتر بكتير ممكن هالوقت ما بيسعنا انه نحن نغطي هذا صحيح نذكر المتابعين بوجود كورس كامل متكامل عن جميع الامراض في يوتيوب استاذة آية يمكنكم الاطلاع عليها والقناة هي باسمي آية خانجي ممكن يوصل او ممكن حدا يحط مسلا الوعي الجسدي او التشافي الذاتي حتى انحط رسائل امراض فالفكرة هون كمان انه نحن بعد ما نمر بمرحلة الصدمة واعتماد طريقة العلاج وممكن بقى نبتدي بقى مفكر طريقة العلاج بتكون بالاستفادة يعني كتير برجح اذا حدا مسلا عم يمر بهاي المرحلة او عنده قريبة عم يمر بهاي المرحلة يستمع لفلسفة التشافي الذاتي اللي بتعتمد هدول المستويات الاربع اللي حكيت عليهم بس انا حكي عليهم بالتفصيل بالتفصيل بالكورس او بالقناة يوتيوب تمام فهون من بعد نحن نفكر انا ليش صار معي هيك يعني فكر انه انا شو هي الرسالة او شو هو الشي اللي لازم انا افهمه لحتى صار معي هذا المرض وانا مع فكرة يعني هاي نصيحة شخصية لكل الاشخاص اللي عم يتمر بهذا الشي او يعني بعيد الشرع عن المشاهدين لكن ممكن يكون هنا او ممكن يكون حدا قريب لايران دائما لما بيكون في حدث اوي بحياتنا وخاصة الامراض وخاصة الامراض الجسدية الامراض الجسدية فيه ألم جسدي والألم الجسدي دائما موجع يعني كثير فيه ممكن واحد يقول انه الألم النفسي كمان موجع لكن الجسدي موجع بحيس انه احيانا يعني ممكن يعيق الشخص بالحياة يعني ما يخليه انه يعيش بطريقة انه قادر انه هو يكون واعي للحياة اللي هو موجود فيه او للوقت الصعب يوم موجود فيه لهذا السبب لما بيكون عم نمر بهيك حالة لازم اسأل السؤال انه ما هي الرسالة من هذا الحدث اللي صار معي لهذا السبب غالبا غالبا لازم يصحب هاي الفترة بعد فترة الصدمة وواي لآخره من هاي الأمور وها لازم يصحب تغييرات جزرية في الحياة يعني اي شخص لما بيعملوا استشارات معي بهذا الموضوع او لما منحكي مثلا بهذا الجانب الصحي بالذات دائما بالأخير لازم يكون في عمنا خطة لتغييرات جزرية شو معنى التغييرات جزرية على صعيد الأفكار على صعيد المعتقدات على صعيد إدارة الحياة أحيانا ممكن نطلب من الشخص انه يغير المكان ممكن يغير ترتيب المنزل يعني اضعف الاحتمالات مقادر يغير بيته يغير ترتيب المنزل يعني كلياته يغير مثلا أشياء أساسية هو كان معتاد عليه يغير نظام حياته نظام أكله نظام الحركة اللي هو بيتحركها فكتير في تفاصيل لازم لما الشخص يتعرض لهيك هزة أوية من الناحية الصحية لازم بالأخير يعمل تغيير جزري بحياته لحتى فعلا ياخد نتيجة هاي المرحلة اللي مر فيها التغيير يؤثر على النفسية أو من أجل التشافي أيضا؟ لا هو يعني كأنك انت عم تقولي انه أنا فهمت الرسالة لأنه لما بده يفكر الشخص انه أنا ليش صار معي هاي لا بده يلاقي الجواب كتير في ناس بتتخبط بهذا الموضوع أنا كتير كتير بفهم هاي الفكرة أنه أنا ممكن لأنه في ناس حتى بترفض فكرة أوكي أنا ليش مردد؟ لا خلص هو قدر وخلص أوكي هو قدر أكيد ورب العالمين مقدروا علينا بس هو طالما مقدروا علينا فهو خير فكيف هو خير إذا هو مرض؟ خير معنات أنا لازم أعمل شيء يغير لي حياتي فلازم نحنا لما بصير معنا هيك شغلية تغير الحياة ليش لأنه أنا خلص فهمت ليش إجا المرض لأنه لا يمكن يجي المرض وخلص تتضلل بيئة نفسه نفسه كأني عنا مقول أنه أنا مفهمت الرسالة فلما لأ أنا بفهم الرسالة فهو موضوع كمان في فيديو على وهي طبعا دائما هذا السؤال الكتير كتير بحير ناس كيف أعرف رسالة المرض كان سؤالي الآن تمام فرسالة المرض في فيديو على اليوتيوب حكي فيه تماما بالتفصيل كيف نحن نكتشف رسالة المرض لأنه هي بتختلف من شخص لشخص بتختلف من نوع المرض وكتير تفاصيل العالة بهذا الموضوع فأنا حكيتها بتفصيل جدا عميق بقناة اليوتيوب اسمه حكمة المرض أو كيف تعرف رسالة المرض لكل مرض رسالة ونذكركم بالاطلاع على هذه الفيديوهات اللي فعلا درست فيها الحالات بطريقة جميلة جدا أستاذ آيو مفيدة يعطيك ألف عافية أخيرا كيف يعني ما هي أفضل طريقة للتعامل مع المرض هل المقاومة والمحاربة أم التسليم وكيف يصل الإنسان لمرحلة التسليم والرضاق؟ ما بعد يمكن سمعتيني من قبل أو يمكن تعرفي رأيي أنتي كمان أنه أنا مع فكرة عدم مقاومة المرض علما أنه ممكن كثير تكون موضوع تحدي المرض ومقاومة المرض وأنا بدي أكثر المرض وأنا يعني كثير تعابير وأنا بحترمة كل هذا وأنا مع أنه كل شخص هو شو بيحس لكن أنا عم بحكي عن نفسي وعن تجربتي أنا مع فكرة مصادقة المرض يعني هذا المرض إجاء على جسمي جسمي عم يقلي رسالة معينة عم تقول أنه في سبب ما في خلل بالتوازن في شي غلط بالضوط الصليح فأنا بدل ما أني أنا قاوم وبس قاومت فأنا رح زيد طائط المرض ورح زيد طائط حتى لو صار العلاج حتى لو أحيانا ممكن يصير يخمض ويرجع يطلع مرة ثانية فكل ما قدرت أني أنا تصادق المرض بحيث أني أنا أوكي شكرا أنا فهمت الرسالة وقت يعني فعليا أنا هذا اللي صار معي يعني بحثي كيف نوضح للمشاهدين ولمتابعين أستاذة آيام تجربتك لو سمحتي طبعا أنا تجربتي مع مرض السرطان أي طبعا تجربتي طبعا مع مرض السرطان فأنا بوقتها طبعا أخدت وقتي وتألمت وأخدت يعني عملت كل اللي أنا يعني كل اللي أنا عم بحكيه أنا جربته فما عم بحكي كلام إنه هو فقط كلام أو مثلا قراءت كتب وجيت حطيتها مثلا بكورس وسجلتها لا لا اللي أنا عم بحكيه هو فعلا شي أنا مريت فيه وخلاص اللي مريت فيه هو علاقتي مع مرض السرطان فما كانت تحدي ولا كانت إنه أنا ليش صار معي وعادت مثلا ندبة حظي وقلتك لا خلص أوكي صار عملت مع الموضوع عملت تغييرات جذرية بحياتي بطريقة شغلي بكتير تفاصيل بحياتي وبعدين عادت فهمت رسالة المرض ليش صار معي هذا المرض أوكي وعملت اتفاقية مع نفسي واللي قلت بدي إليك ياها إنه لما الشخص بيوصل لمرحلة إنه خلاص أنا فهمت الرسالة وهذا المرض موجود بالجسم وقت اللي بتكون خلصت رسالتك ارحل بسلام بعرفية معنى سهلة لكن ممكنة وهذا هو الشي اللي احنا بدنا نوصل لبالأخي لأنه كتر المقاومة وكتر إني أنا ما بدي وليش صار معي وكل هذا الكلام ممكن يأثر سلبا بطريقة جدا 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 مؤلمة على الشخص ويحسس الشخص إنه أنا مثل أنا حدا غريب أو أنا مثل كأني أنا معنقب ليش أنا هيك صار معي عرفتي كيف حتى الإنسان حتى لو ما كان ظاهر يعني بتلاحظي في كتير أشخاص ممكن يكون هذا الموضوع يعني هيك خارجيا تلاقيهم إيه أنا قوي وأنا كذا وعرفتي كيف يعني يكون الموضوع من الخارج غير الداخل لكن هي حقيقة أنت لما يعني أي حدا بده يقعد مواجهة مع نفسه بهيك حالة أفضل ما يمكن من تجربتي أنه نحنا نعترف بهذا وجوده نقول شكرا لهي الرسالة اللي وصلتنا نعمل التغييرات نعمل الأشياء اللي لازم نعملها متكاملة سواء من العلاج سواء مثلا أي وسائل يعني أنا معدي بصدد تفاصيل أنا حاكي كتير عن هذا الموضوع مثلا وسائل طبيعية أو حتى علاجة أنا مع أن الشخص يعمل الشيء اللي هو مؤمن فيه أي شيء مقتنع فيه نحن رح يأثر إذا في أشخاص تقتنع بالكيماوي رح تطيب على الكيماوي إذا في أشخاص تقتنع أنه الكيماوي مانا مفيد فهي ما رح تستفاد منه ممكن تقتنع بأنه أنا إذا خبت أعشاب بطيب أوكي أي شيء الشخص هو مقتنع فيه يعمله لكن الفكرة الغميقة هوني أني أنا هذا المرض لما إجا على الجسم فهو إجا لرسالة مغينة وقت لبتنتهي هاي الرسالة أرحل بسلام وطبعاً أستاذة آية دائماً تنصح بأن العلاج أيضاً جزء منه الدواء يعني التشافر ذاتي الدواء وأيضاً تغيير الأفكار صحيح؟ أي تماماً هو هذا مثلك أنا أربع مستويات مستوى السلوك اللي هو حركة أو ممكن يكون أنواع حركية مثلاً مثل التنفس مثلاً ممكن أنواع رياضات معينة زائد الأشياء اللي نحنا بنعملها اللي هي مثلاً غزاء أو تفاصيل تانية زائد الدواء بس أنا دائماً أقول هذا حرية شخصية لأنه ممكن كثير في ناس لا تؤمن بنوع معين مثلاً تؤمن بنوع تاني لكن أنا ماني مع فكرة أنه الواحد يقول التشافي الذاتي هو فقط أني أنا مثلاً حط فكرة براسي بعدين آمن فيها لا ما أنا بهذه الطريقة أبداً أبداً التشافي الذاتي لحتى يكون كامل يكون هو متكامل يعني متكامل عرفتي كيف يعني اسمه التشافي ذاتي لأنه بيجي من جواتنا فنحنا قناعتنا كمان حتى بالعلاج اللي بدنا ناخده حرية شخصية بيقتنع الشخص بهذا العلاج بياخده فما حدا فعلياً أنا رأيي الشخصي ما حدا ينظر على حدا بيهائي لصة مهما كان لا حدا يقول والله آه ليشيك التعام أو ليشيك عملت ليشيك ساوت يعني تركوا اللي عم يعاني بمشكلته هو قدر بيجسر فهو إذا مقتنع بأي نوع دواء أو دوع علاج فأنا مع فكرة إنه الإنسان ياخد الشي المناسب ففكرة التشافي الذاتي بالنسبة لي شخصياً تشتغل على أربع مستويات من ضمن العلاج العلاج الشخص اللي هو بيختاره تمام؟ بيختار العلاج الدوائي بيختار العلاج الطبيعي بيختار العلاج أي نوع من الإلاجات المشهولة والمعروفة هو حرفية لكن ما يترك حالوكليز وخاصة بالأمراض الصعبة والخطيرة ما يعتمد على فكرة مثلاً يقرأ بوست عند أي حدا مثلاً من المشاهل أوكي مثلاً لا تاخد هذا الدواء أو لا تاخد الأدوية الأدوية السموم وكذا أوكي، أوكي، هنن عم يحكم من ممبر ثاني لكن الشخص اللي عم يعاني يحاكم عقله ويحاكم قلبه يعني هو شو حاسس؟ هو شو مقتنع؟ وبناءً عليها يتصرف ما يتبنى أي فكرة خارجية يشتغل على هاي الأربع مستويات يرجع يسمعوا فلسفة التشافي الذاتي يشتغلوا هاي الأربع مستويات ويشوفوا هنن وين بيرتاحوا يمشوا بهذا المسار لأنه أنا عندي قناعة شخصية أي شي نحن نقتنع فيه نتفاعل معهم يعني جسمنا بيتفاعل مع الأفكار ويفرز مواد كيموية ومركبات كيموية بناء على الأفكار المن آمن فيها فأي شي نحن من آمن فيه هو بيشتغل عارفت فيه؟ فطالما نحن مؤمنين بشي معين فنحن نمشي بهذا المسار والموضوع موجود بشكل مفصل وموسع أيضاً باليوتيوب يعني اللي يحب يتطلع أو أستاذا أياً بس سولي بس لأنه أنت قلت لي على الموضوع التسليم فنحن مع جزئية أني أنا تعاملت مع المرض وعم يعني حكيت كل هاي التفاصيل التي قلتها التسليم والتسليم والتسليم نعمل كل شي علينا نقول شكراً يعني إذا نوصل لمرحلة نقول شكراً لهذا المرض لأنه أجعل حياتي لأنه أنا غيرت وصار معي كذا وكذا وكذا نوصل لمرحلة خلص التسليم المطلق اللي يعني شعور يعني ما بينوصي فعلاً شعور ما بينوصي الشخص فعلاً يحس حاله أنه هو محرر يعني أنا باعتبره أنه هذا هو الحرية فعلياً هذا هو الحرية يعني أنا بعمول اللي علي ما بحط أي قيود داخلية لألي سلم تسليم مطلق لرب العالمي بهاي الحالة خلاص اللي بيصير ساعتها خلاص هو اللي يماشي بالمسار الصحيح هي الأقدار اللي هي متناسبة معي في المرحلة الحالية حتى لو كان ممكن مثلاً صار شي أصعب من الوضع الحالي صار واتبه شو ما صار بالأخير خلاص هي وهذا ما هو متناسب معي في هاي المرحلة الحالية فالتسليم المطلق لرب العالمين بس هو فعلياً هو سهل على فكرة فعلياً صعب جداً لك وأيضاً الكلام جديد أحياناً على المتابعين يعني أنه فلسفة التشافذ ذاتي لكن إن شاء الله حيفهموها أكثر بالمقاطع اللي حضرتك مشكورة نشرتها مجاناً في اليوتيوب أي صحيح لازم ننوّه إنه مجاناً هو الكورس موجود بشكل مجاني في اليوتيوب أستاذ آية الآن مع أسئلة المتابعين يمكنك التوقف متى شئتي بحسب وقتك وأيضاً وقت البرنامج أنا الأسئلة مزاهرة عندي أنت كيف أتقبل الماضي بدون الشعور السيء المصاحب؟ كيف أتقبل الماضي بدون الشعور السيء المصاحب؟ المشكلة بالماضي يعني نحنا للأسف ماضي حياتنا تمام؟ وحياتنا في بلاياتها وغالباً نحنا حياتنا نكون فيه أشياء جيدة وأشياء سيئة لكن نحنا طبعاً لأنه نحنا بشر فنحنا دائماً بنجلب الأشياء المؤلمة ومنقعد نحنا نتذكرها أتقبل الماضي بكل شيء صار فيه هو بالتسامح بصراحة يعني أنا بالنسبة للي التسامح هو دواء لكل شيء فالتسامح مع الماضي يعني نرجع لموضوع الكتاب للي بحب يقتني بالكتاب وبالمناسبة هو موجود بمكتب الجرير بالسعودية فاللي موجودين بالسعودية طالما حضرتك موجودة هنين كيف هم موجودة هنين شكراً أنا فصلت برحلة تسامح أننا نحنا منقدر نتسامح مع الماضي التجارب المؤلمية منقدر نتسامح مثلاً مع التجارب الفاشلة فالتسامح أنا برأيي هو أفضل الحلول اللي بتساعدنا على التعامل مع الماضي بطريقة يعني نقدر نعمل تسوية مع هاي المشاعر فبدالما أنه هي كل مرة تجبلنا ألم لأ نحنا نتسامح معه ونقدر أنه نحنا نكمل حياتنا بهدوء وعلى سيرة التسامح أنا حتى بالكتاب حتى قسمين يعني قصدي فصل قسم التسامح مع المرض والتسامح مع الجسد يعني حتى المرض والجسد ضمنتهم ضمن الرحلة التسامح إن شاء الله أنصح الجميع بقراءته أيضاً أنا لسا ما قرأته إن شاء الله يعرف قريباً أستاذة آي هل تقصدي بالتسامح مسامحة الأشخاص والمشاعر أيضاً؟ يعني أو التعايش التسامح التعايش أو المسامحة تمام هلا في فكرة كتير مغلوطة عن التسامح إنه نحنا لما نتسامح خاصة مع أشخاص أزونا أو خاصة مع أشخاص مثلاً نزعجنا من تصرفات معينة ففي فكرة مغلوطة أني أنا لازم تسامح مع هذا الشخص وتقبله مثل ما هو أو أني قل له أنه مثلاً أنا سامحتك أو رجعت عامل معه أو كل هاي الأمور التسامح أنا بحب عرفه يعني عندي تعريف خاص للتسامح شاركته بالكتاب اللي هو أن تسمح لشعور الحب والسلام أن يكونوا بداخلك فسماحنا لنفسنا أنه يعني نسمح لشعور السلام يكون بداخلنا فهذا هو التسامح فمعناته نحنا لما بيصير أي منقف سلبي قديم أو مع أشخاص أو إلى آخرين من هاي الأمور أفضل طريقة هي أنه نحنا نحرر نفسنا من هاي المشاعر السلبية اللي هي بتأثر علينا علماً أن الموقف راح فهي كأن عبارة عن أوزان خاطينا عكتاتنا وماشين فيها بيها الحياة كل ما نشلنا من هاي الأوزان مع كتاتنا كل ما تحذرنا صدقاً صدقاً اللي بيعمل تسامح وبيحاول في رحلة تسامح هي 21 يوم 21 فقرة كل ما قدرنا نحنا نعمل كل هاي الفقرات كأنه فعلياً نحنا حررنا نفسنا صدقاً كأنك حررتي نفسك شايف الطير كيفيك بطير دائماً وجناحاته مفروضة بتحسي حالك نفس الإحساس وغلاف الكتاب عبارة عن طائر وياد أنا عشق الطائر جداً جميل الغلاف يعطيك ألف عافية أستاذ آير في أيضاً سؤال كيف نحول الموقف السلبي في حياتنا إلى الإيجابي زكرت بالمقدمة أنه أنا أميل إلى الواقعية والبساطة والعمق أيضاً صحيح تماماً فأنا أي شيء أحب دائماً أفكر فيه بعمق بسط الموضوع ودائماً يكون واقعي فتمثيل الإيجابية أنا برأيه أسوأ من أنه يكون الشخص السلبي نمثل على حال أنه أنا إيجابي وأنا صار موقف معMarillae لا 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 أنا لازم ما أنفعل لا للا أنا لازم مثلاً ما أعمل مثلا هذا الشي اللذي لأنه لازم أنا أكون إيجابي أنا بعتبر ههات أسوأ للشخص من أنه هو يتأثر ويدايا من الموقف السلبي هلأ كيف بحول يعني ملاحظة مع هم خلينا نحتبرها مثل كأنه قاعدة هلأ كيف بحول الموقف السلبي إلي الإيجابي من طريق التفكيري طريقة التفكير كيف طريقة التفكير؟ يعني ممكن الشخص يكون تفكيره صار موقف سلبي صار تمصيبة واحد بحياته يعني شغلة سلبية جداً ففي عندك طريقتين للتفكير الطريقة الأولى أنه أنا ليشك صار معي وأنا حظي قليل وأنا منحوس وأنا دائماً هيك المصائب بتلاحقني وأنا 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 تمام؟ الطريقة تعني بتقول طيب أوكي صار اللي صار هل فيني غيره؟ ما بقدر غيره فلا صار كيف فيني أنا أطلع من هذا الموقف؟ تفكير بالحل يعني؟ تفكير بالحل تفكير بأنه أنا مثلاً ممكن يكون مثلاً مشروع أخرين مثلاً صار في أي كارثة ضمن المشروع يعني عم ناخد الموضوع أكبر حتى نبالغ فيه لحتى نشوف أنه حتى بالمبالغة يعني بالأشياء الكبيرة منذر استفيد منها فهون ممكن أنه لما بتصير هيك مثل هيك شغلة مثلاً كتير كبيرة نفكر بطريقة أوكي أنا كيف بقدر أطلع من هذا الموضوع يعني هل ممكن مثلاً أقل الخسائر الممكنة؟ سكر هلأ 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 ومثلاً أنهي عقودي أنهي مثلاً أموري ولا أنتظر مثلاً أخر مساعدة خارجي ولا أتعامل مع حدا تاني ولا مثلاً الدين يعني هون بصير طريقة تفكيري بإني أنا كيف بقدر أطلع من هذا الموقف بتساعدني على إيجاد الحلول بس أنا وغارق بالموقف وعم فكر أنه الموقف صعب وأنا منحوس وأوه وأوه إلاخري أو إن حسدت وهي القصص هاي فهي تماماً قاعدة عم تسحبني وتغرقني أكتر 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 بهذا الموقف ولا يمكن إني أنا أطلع منه بسهولة إلا إذا يعني صارت بقى معجزة تاني فطريقة تفكيرنا هي اللي بنساعدنا على نشوف المواقف من سلبية إلى إيجابية نحولها وطبعاً حضرتك أستاذة أيها من المدرسة التي تنادي بعدم الإيجابية المفرطة يعني أرطاء الموقف حجمه تماماً الإيجابية الواقعية أنا مع الإيجابية الواقعية ما في شيء يعني ليش لأن الإيجابية الواقعية هي توازن يعني ما في الحياة ما دائماً كلها يعتني هيك أنا هي مبسوطة وحياة حلوة وكذا ما بتزبط الحياة دائماً فيها توازن فلذلك نحنا إذا نحنا عايشين بهذا التوازن كلمة أنا ليش أنا أترك الإيجابية الزائدة أو المزيفة أو التمثيلية يعني اللي أنا بعملها على حالي إنه أنا أزم دائماً نكون سعيدة للأسف هي عم تزيد هلأ بوسائل التواصل الاجتماعي وجود كتير كوتشيز وناس مثلاً تحفيزيين إنه لا ما بصير أنت بعدين تجذب لحياتك شي سلبي مبارك شو كلها إذا أنا يعني خلي أنا أخذها مثل الميزان تعالوا ما هو توازن فهي مثل الميزان إذا أنا ضليت قاعد عم حط بهاي الكفة كتير 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 عم روح دائماً للمبالغة فحتماً رح تجيني بالطرف الثاني شي لحتى يقدر يعمل هذا التوازن فالإيجابية المزية فهي مبالغة بالإيجابية رح تجيب لي سلبية قوية مبالغة بالسلبية بينما الإيجابية الواقعية أب أم داون أب أم داون فهي بتكون أقرب إلى التوازن عرفتي كيل فبتخفف حدوث مواقف مثلاً سلبية أو ممكن يعني هيك أمور حياتية ممكن تكون صعبة على الشخص وتساعد على تقبل الواقع طبعاً من غير صدمة مابسة أيوة وبتخليل فعلياً عن جد أنا بحس أوقات الناس بهذا الوقت كتير في منه كأنه عايشين في عالم آخر فعلاً يعني بتحسني أنه أوكي لا 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 الحياة حلوة السلام الحب البهجة أوكي هي حلو الكلام حلو لكن الأهم هل هو صحيح مطبق بواقعي هل هو فعلياً هذا الشيء اللي أنا عايشه بصدق ولا أنا عم مثل إني أنا عايشه كتير في فرق به هذا الموضوع فأنا ماني ضد إنه الشخص مثلاً يسعى رائماً للحب والسلام ويعيش البهجة والفرع ويكون إيجابي كل الوقت لكن بواقعية إذا الواقع عم يقلك عكسها ذا الحكي بفعل شوي مع الواقع ورجعوا للحالة الطبيعية فالإيجابية الواقعية أكيد كيف نتخلص أو أتخلص من مخاوف المستقبل؟ كيف أتخلص من مخاوف المستقبل؟ الحقيقة يعني دائماً أي شيء يعني بتعرفي في فكرة إذا ما نحطها ببالنا بتساعدنا دائماً على يعني على تخفيف الخوف من المستقبل أول شيء إنه ما في شيء مضمون بالحياة يعني هلأ هلأ نحنا قد نتفقنا من الشهر اللي كان على هذا الموعيد صح؟ بس نحنا ما بنعرف إذا رح يصير ولا ما رح يصير من قبل بساعة أنا ما ممكن أن يقول مئة بالمئة رح يصير أو ما رح يصير هلأ نحنا بهذا الموقت خلص صار اللقاء لكن يعني المثال بسيط لكن من حسن حضر تسلم تسلم يحظي أنا والله شكراً كثيراً فاللي بيصير لما أنا بضل خايف من المستقبل فأنا بضل عايش هذا الوهم ولما بضل يوصل هذا الوقت بضل أنا بخاف يعني مثل كأنه نحنا عنا مثل هاي المسافة فأنا بضل ماشي معي هيك 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 كلمة خفت يعرفت كيف؟ يعني لما بوصل للوقت الحالي بضل بخاف من شيء تاني بضل بخاف من شيء تاني هلأ طبيعة الإنسان حتى ما بديو يضل في عنده هاي الخوف من المستقبل إنه أنا شو اللي بديو يصير؟ بديو يصير ولا ما بديو يصير الشي اللي أنا عم بحلن فيه أو عم بحطط له فأنا برأيي الفكرة اللي بحطها ببالي إنه ما في شيء مضمون بالحياة أنا بعمل عليّ والباقي على رب العالمي هاي الفكرة كتير بتساعد على إنه واحد يخاف من المستقبل خلص أنا بعمل عليّ وهي قاعدة يعني صراحة هاي دائما بعلمون إياها بالدورات بالكوتشينج في كل وقت افعل أفضل ما يمكن وقتل نحنا بنعمل أفضل ما يمكن هلأ فهذا كتير بيخفف من الخوف من المستقبل إذن بحط أفكار ما في شيء مضمون افعل أفضل ما يمكن والتسليم لرب العالمي فكتير بتريح فعلاً كمان عندك قاعدة أستاذة آية إنه حتى لا تأني بذاتك إنتي عملتي أفضل ما يمكن صحيح؟ صحيح؟ يعني نحنا دائما نفكر بهاي الطريقة إنه أنا وفعلياً الواحد هو يعني في كل وقت يختار الإنسان أفضل ما يمكن لإله لبقاءه على قيد الحياة فأفضل شي نحنا بنقدر نعمله في كل وقت نحاول إنه نحنا خلص هذا أحسن شي بقدر ساوي هلا وبالتالي بتخفي الشعور الخوف وتخفي الشعور التقنيب وإلى آخر من هيلوك كيف أتعايش مع مشكلة ما لها حل مثل مرض مزمن أو غيره؟ كمان هاي فقرة حكيت فيها من قبل واللي هي التعايش خلينا ناخد طالما نذكر المرض التعايش مع المرض التعايش مع المرض هي خلص الشخص بده يلاقي نظام أو سيستم يمشي عليه متناسب مع حياته يعني كيف ظروف حياته مع الواقع اللي هو موجود عليه يعني إذا عنده مثلا عجز معين ما بيقدر مثلا يستعمل أطرافه مثلا العيوية أو أطرافه السفلية أو عنده أي شي ممكن نتيجة هذا المرض المزمن خلص يتعايش معه ويقرر أنه هو خلص هاي هي حياتي هلا تمام؟ فهي نوع من التقبل هاي أول شيء تالي شيء نوع من أني أنا كيف حياتي وخلص يعني هاي التفاصيل اللي أنا عايشة وهون أنا مع فكرة يمكن نساعد بهي النقطة أنه نطلب المساعدة من الآخرين نطلب المساعدة من الآخرين يعني في حال أنا كان لازم حياتي تتكيب بطريقة معينة نتيجة مثلا المرض أو نتيجة عجز معين فهون ممكن أنا أطلب أنه أنا ما بقدر أعمل هذا الشيء هل ممكن أنكم تساعدوني بهذا الكلام؟ عرفتكي؟ بحيث أنه تصير حياتي متناسبة مع وضعي الحالي إذن اليوم تنادي أستاذة آية بطلب المساعدة لأنه في أشخاص لسا عندهم صعوبة بطلب المساعدة أنا مع طلب المساعدة وأنا شخصيا كنت من الأشخاص اللي ما بتلوا مساعدة وبتعرفي شو أكثر شغلة خاصة كمان نرجع نخصص شوي للمرأة يعذرون مشاهدين الرجال بس ممكن كمان يفيدون للنساء اللي حواليهم أنه نحن النساء بهذا الوقت نحطينا بخانة أنه أنت قوية ليش؟ لأن بدك تشتغري برات البيت بدك تجيبي دخل وبدك تربي أولادك تربية جيدة وبدك تتركي أسر وبدك تحقق رسالتك في الحياة وبدك تكوني زوجة وبدك تكوني ابنة وبدك تكوني أم فبتطلع أن تلاقي أدوارك كل ياتا عبارة عن أحمال أنت ماسكتية كل ياتا ومطلوب منك أنك أنت تعمليه كل ياتا ومطلوب منك توازن كل هاي الأمور تمام؟ فالنساء غالبا يعني مو كلهم بس لما تتنعطى مسمى أنت قوية وانت الأمرأة الحديدية وانت خارقة وانت 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 فرح يصير داخليا شعور بأنه أوكي معناته أنا كيف بدي أطلب من فلان أو من فلانة مثلا مساعدة وأنا قوية هذا الصراع الداخلي لا 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 خليني أنا سعوية للشغلة بدل ما أنا أطلبه عرفت كيف؟ فبيصير شوي شوي هاي المهارة خلص يعني بتنعدل تمام؟ بعد فترة إذا وجهنا لانتباه ممكن أنه هي تقوى وترجع تصير عنا مهارة ونقدر تقار فأنا أي مع طلب المساعدة طب خلينا نفيد المتابعين إذا أمكن كيف تغلبتي على هذا الطبع؟ أنك ما تطلب مساعدة صحيح أنا فترة من فترات حياتي كثير تلقبت أنه أنت قوية حاصة مثلا بفترة المراهقة يعني كان عمريت 18 سنة توفى الوالد وأنا الإبنة الكبيرة الله يسلمك فمن هون ابتدت عندي الفكرة أنه لأ أنت مثلا البنت الكبيرة وانت قوية وانت لازم تعملي كذا عرفت كيف؟ يعني الألقاب اللي هي أنا بعتبرها أنه هي بداية الفترة اللي بتخلي الشخص أو الأنثة مثلا بزيادة أنه هي تبتدي بقى هيك يعني تتقوقع على حالة بأنه هي كافية وأدرة أنه هي تعمل كل شي لازم تعمله وهي قادرة مثلا تساوي وتعمل وإلى آخرين من هاي الأمور فابتدت معي بعمر مبكر هذا السبب بعدين مثلا أنه دائما قوية يعني أنه أنت شخصيتك قوية أنت قادرة تعملي فانت مهد عليها فترة من فترات حياتي أنه لأ هاي عم تمنعني أني أنا مثلا أطلب مساعدة أو أني مثلا أنا أكون على طبيعتي أحيانا أعرف سيكيف بأنه أنا مثلا في شي ما بقدر أعمله ما كل شي الإنسان كل إنسان بقدر يعمل كل شي فالانتباه له إلى بعدين شوي شوي تدريب أوكي أو قاد واحد بحصة صعبة ممكن ترديد عبارات إنه لأ مثلا مساعدة جيدة ليش لأ مثلا الناس بتحب تساعدني أنا عم ساعد العالم خلي الناس تساعدني عرفتي كيف فشوي شوي بيبتد هي تدريب أول شي ملاحظة بعدين تدريب بعدين إنه الشخص شوي شوي بيبتده ما بسا حتى لو حسب ضغط نفسي بعدين لأي اعتبر الموضوعات شكرا جزيلا أستاذ آي أكيد أفدت لكثير من المتابعين وأنا كيف أحقق أهدافي وأحلامي إذا كنت أشعر بالكسل وعدم الإرادة بشكل دائم يعني كيف التغلب على الكسل أتوقع لتحقيق الأهداف والأحلام شوفي تحقيق الأهداف والأحلام بيحتاج لماذا قوية معناتها إذا عندك كسل أو ما عندك إرادة أو هيك فما أنت ما عندك الدافع القوي فتحقيق أهدافك الدافع تبعك لازم يخليك إذا أنت يصل دائمت في إسعاصة الصبح عرفت كيف يعني يخليك إنك أنت دائما عندك شعور بإني أنا عندي هذا المحرك وتماما محرك محرك محفز خليني دائما أعادة إني أنا حاول أوصل للشي هي أنا بيتي فندور على المحفز الداخل كيفية التخلص من جلد الذات والشعور بالندم؟ هذا السؤال الأسئلة هذا يعني أسئلة يعني هيك دائما المكررة دائما تمام التخلص من جلد الذات والشعور بالندم هو أهم شغلة أنا يعني إذا بدك تلخص هذا الإجابة هيك تنخيص بصير تقبلي إنسانيتك أو تقبل إنسانيتك فلما الشخص بيتقبل إنسانيته أنه أنا شخص أنا إنسان بقدر أغلط صار معي هذا الغلط صار معي هيك فبخفف كتير كتير من جلد الذات السؤال كمان كيف أرفع من قيمة الاستحقاق والأخذ؟ من حب الذات يعني نحن لازم كتير نعمل على حب الذات حب الذات في عندي فيديوهين أنا بالقناة اليوتيوب حكي بالتفصيل على موضوع حب الذات اليوتيوب مليء أستاذ آية وغني أيضا بالبواد اللي حضرتك ترحتي وأغلب الناس يعني غير الدورات اللي موجودة في الفيديوهات اللي موجودة يعني بلولي هي مثل محاضرة يعني في فيديوهات أربعين وخمسين دقيقة فهي فعلي هي أنا محاضرة أنا استفت منها مخصيا وأيضا أدعو المشاهدين للاستفادة منها حقيقة جميلة جدا وثرية وغنية والله يعطيك ألف عافية الله يعطيك لو سمحتي كتب تنصحين عفوا النقاطة يعني لا 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 أوكي لو سمحتي كتب تنصحين بها في مجال التنمية البشرية في مجال التنمية الذاتية خلينا ندقيق أكتر هلأ في كتب واين داير أنا كتير بحبه يعني ومن الأشخاص اللي أنا قرأت لقلهم بالبداية وسليس هكي وأفكاره تطبق يعني معنى كتير كتير فلسفية في كتب لويز هاي أنا كتير كمان بحبه طبعا بحكي عن الكاتب لأنه عندهم كتير كتب فهم كانوا حكي أكثر من الكتاب إذا جينا شوي هيكي أعمق في عنا ديباكت شوبرا طبعا كتبه كتير حلوة بهذا المجال في عنا كمان اللي أنا يعني كتير 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 بيعجبني بس هذا جانب روحاني هذا جانب روحاني عنده الأرض الجديدة أنا بالنسبة لي هذا الكتاب قرأت من سنوات كتير بعيدة بعتبر أنه عمل لي هيكي نقلة نوعية بطريقة تفكيرية بخاصة موضوع الإيغو وضوع هاي التفاصيل وطبعا أنا بعتبر مع يعني كتاب رحلة تسامح أكيد كنت هكتبرة بالأخير بتعرفي ليش لأنه أنا حاولت يعني أعمله بلغة بسيطة وفيه أمس الحياتية يعني كل اللي قرأوا قالوا أنه لا يمكن أنه واحد ما يلاقي حاله بواحدة من المراحل أو واحدة من الأصص فهو قريب بيقدر أنه نحن يعني وخاصة بموضوع الوعي لأنه بقدر واحد يحدد هو وين وين بديو يكمل وين بديو يروح شو الشي بديو يسعاله فكتير تفاصيل ممكن أنه هو يتساعده حلو هل هو الكتاب الأول لحضرتك أستاذ آية؟ نعم الأول إن شاء الله الكتاب اللاحق إن شاء الله يا رب يا رب الخير قادم والنجاحات كبيرة وقادمة بقوة لك بإبن الله شكرا شكرا نكمل أولا نكمل أولا كيف نتخلص أو كيفية التخلص من كثرة التفكير؟ كثرة التفكير الحقيقة يعني هي لأنه نحن طبيعة عقلنا طبيعة العقل البشري هي دائما تقفز من فكرة لفكرة من فكرة لفكرة وبالتالي نحن عمنا عدد يعني يقال أنه هي ستين ألف فكرة بيوم ممكن أنه هي تجينا لكن هاي الأفكار طبعا هي أفكار مثلا مو كل نحن كل يوم عنا ستين ألف فكرة مختلفة عن اللي قبلها لكن هي مكررة عاربتي كيف يعني كل يوم عنا بهذا القدر من الآلاف من الأفكار لهذا السبب عقلنا بيسموه منكي مايند فهو بيقفز من فكرة لفكرة أول شغلة نحن نساعد حالنا بكثرة التفكير هي أنه نحن نفرغ الأفكار يعني وقت الشخص عنده مثلا أفكار كتير ممكن يكون عنده جانب إبداعي طبيعة عمل وطبيعة حياته مثلا تطلب منه هذا الكلام فيفرر الأفكار كتابيا بحيث أنه يقدر يستفيد من هاي الأفكار ويستثمرها مثلا بشغله يعني بطريقة إما كمان ممكن أنه نحن نعمل لما منحس أنه صار عنا هذا اللي نسميه أو اللي هو كثرة التفكير زايد اللي بيعمل سترس نعمل تمارين مثل التمرين اللي حكينا عليه بالسؤال يمكن تاني اللمس اللمس أو أخذ التنفس التأمل كتير مفيد أنا عندي كمان تقنية استحدستها هيك بتفاصيلها وكتير حابة إنه هي صراحة تنتشر لأنه كتير مفيدة وكتير بسيطة جمعت فيها بين المشي وبين التأمل وبين التايتشي اللي هي هاي بالأقدار فاستخدمت طريقة مشي التايتشي مع التأمل فاسم المشي التأمل تقنية المشي التأمني المشي التأمني وكما شرحها بالطبسي موجود بالقناتي باليوتيوب كتير كتير مساعدة لتخفيز لازم بعد الحلقة على اليوتيوب على طول بإذن بإذن الله السؤال أستاذ آية كيف نجد أو كيف ممكن نحصل على الكتاب في الأردن؟ الأردن موجود هي دار النشر الدار العربية للدراسات والنشر هي الدار بالأردن أصلاً فهي موجود مكتبة عنيكة وبالمكتبات موجودة طيب الحمد لله في السعودية بجرير وبالأردن عند دار النشر طيب وباللبنان موجود بأكتر من مكتبة وحتى في مصر موجود وممكن طلبوا عن طريق حتى النسخة الإلكترونية اللي بحب النسخة الإلكترونية في ناس بحب تقرأها نسخة إلكترونية موجود على أمازون على كيندل فوراً بيقدروا يحملوا باللحظة اللي بيقدروا يشتروا فيه وجملون ونيل وفوراً بيقدروا يشحنوا أونلاين أيضاً كمان كيف أتخلص من الخوف وكيف أقول لا لشيء لا يعجبني بكل ثقة؟ تحدثنا عن التخلص من الخوف كيف نقول لا لشيء لا يعجبني بكل ثقة؟ التحديد الأولويات لما الشخص بيعرف أولوياته بيعرف هو إشو بده بالحياة هون قادر يقول لا بكل ثقة بكل ثقة فعلاً لأنه بيعرف حاله أنه أنا هذا وقتي هذا ملكي هاي أولوياتي واضحة 100% بالنسبة لي فعذراً طبعاً قول كلمة لا بده فن وإطقام ثمبرين أيوة يعني مولا خلص هيك أنا بخسر الشخص إذا بدي يقول له لا لا ممكن أعطي فدائل ممكن أقول لي لطافة ممكن يعرفت كيف يعني طرق قول كلمة لا نحكي فيها لاحقاً لكن إنه كيف أنا بقدر تجيني الشجاعة أقول لا لما بعرف أولوياتي وبتكون حاطة من أولوياتي طاقتي ووقتي والأولويات الخاصة فيها ممكن تكون صحتي عيلتي عملي إلى آخرين من هذه الأمور فمعرفت الأولويات تساعد كثير على اتخاذ هذه الشجاعة والقرار شكراً جزيلاً أستاذة آية لا يمل من حديثك الرائع ومعلوماتك القيمة أنا سعدت بوجودك معانا في نادق الأدات وأيضاً أكيد المتابعين استفادوا شكراً شكراً للاستضافة الرائعة وشكراً لأسئلتك شكراً لوجودك وطاقتك الحلوة ووجود المشاهدين معنا لهلأ سواء من حسابي أو من عندكم أنا كتير كتير سعيدة بالاستضافة الرائعة شكراً للاستفادوا شكراً للاستفادوا وكمان بتمنى أنه يزوروا قناة اليوتيوب لأن فعلاً فعلاً المواضيع اللي حكيناها فيها توسوا أكثر كتير بقناة اليوتيوب يعملوا اشتراك ويستفيدوا بالمعلومات الموجودة فيها بإذن الله يعطيك ألف عافية سعدت بوجودك وبوجود المشاهدين والمتابعين معنا تابعونا دائماً على نادق الأدات على مختلف الحسابات وأيضاً انتظروا لقاءنا القادم الشهر القادم بإذن الله كل عام وأنتم بخير وأنت بخير إلى اللقاء أستاذ آية بأمان الله بأمان الله